حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطائي بن يزيد الليثي عن تميمين الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إنما الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن عطائي بن يزيد عن تميمين الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدين النصيحة قيل لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم حدثنا عبد الرزاقي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح فذكر مثله إلا أنه قال إنما الدين النصيحة ثلاثا حسنا حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه قال خرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر حتى مر بتميمين الداري فقال لا أدعهما صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي حسنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن تميمين الداري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته حنى سفيان بن عوينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميمين الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم قال أبو عبد الرحمن حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان قال قلت لسهيل بن أبي صالح في حديث حدثناه عمر بن دينار عن القاعقاع بن حكيمين عن أبيه فقال سهيل سمعته من الذي سمعه منه أبي سمعت عطاء ابن يزيد الليثي يحدث عن تميمين الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي عن ابن عوينة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد الليثي عن تميمين الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزي عن عبد الله بن موهب قال سمعت ثميما الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته حان الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرقي بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال رسول الله عز وجل انظروا هل تجيدون لعبد من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تأخذ الأعمال على حساب ذلك حدثنا حسن حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميمين الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حسن إسحاق بن عيسى يعني أطبع قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني الخليل بن مرة عن الأزهار بن عبد الله عن تميمين الداري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إلها إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوءا أحد عشر مرات كتبت له أربعون ألف حسنة حدثنا أبو نعيمين حدثنا عبد العز وجل عزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الدارية يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بحياته وموته حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود عن زرارة عن تميمين الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن كان أكملها كتبت له كاملة وإن لم يكن أكملها قال للملائكة انظروا هل تجيدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيعا من فريضة ثم الزكاة ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك حثنا أبو المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلمين الخولاني أن روحة بن زنباع زارة تميماً الدارية فوجده ينقي شعيراً لفرصه قال وحوله أهله فقال له روح أما كان في هؤلاء من يكفيك قال تميم بل ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمرئ مسلمين ينقي لفرصه شعيراً ثم يعلقه عليه إلا كتبا له بكل حبة حسنة حدثنا الهيثم بن خارج تحدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلمين فذكر مثل هذا الحديث حان أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن سليمين قال حدثني سليم بن عامر عن تميمين الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كفراً الذل والصغار الجزية أما هو علينا من النوادر قال كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد عن زيدي بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميمين الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوط ليلة